نروح لخبرنا الأخير من جريدة المصر اليوم بعنوان الصيادلة تلغي الإضراب والصحة تتمسك بقرار البيع بسعارين لقابة الصيادلة أعلنت مبارح عن إلغاء الوقفة الاحتجاجية اللي كانت منظمها بعد استجابة وزير الصحة لمطالبها وتدخل من الرئيس عب فتاح السيسي مجلس النقابة ووزير الصحة اتفقوا على إصدار قرار وزاري ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط أو قيود القرار ده بيشمل جميع أنواع الأدوية المحلية أو المصنعة لدى الغير ولمدة عام كامل الأمين العام لنقابة الصيادلة أيمين عثمان قال أن الخلاف دار حول قرار البيع بسعارين وأن المشكلة دي خلاص هتتحلق بعد اللقاءات مع وزير الصحة